موسيقى فككت إذن مصالح الأمن المغربية خلية إرهابية كانت موزعة على مجموعة من المدن وقد أوضح بيان لوزارة الداخلية أن هذه الشبكة كانت تخطط لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية حول هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري أستاذ قصوري مساء الخير و أهلا بك معنا في ميديان تيفي بداية أستاذ قصوري ماذا يمكن أن نقول عن هذه النجاعة الأمنية التي برزت في المغرب في مواجهة هذه الخلايا في ظل ظروف تنامي الإرهاب وتطور عملياته بشكل وحشي و أيضا تحدي الأمن المغربي للخلايا الإرهابية المتواجدة في التراب الوطني أو العابرة لترابنا أظن أن هذا ناتج هذه النجاعة تؤكد بأن المغرب طورة استراتيجية أمنية استباقية ناجعة وفاعلة قوامها التتبع واليقضى والتدخل في الوقت المناسب وبذلك يكون المغرب أنه يربح هذا الرهان بكل امتياز كيف يمكن أن نفهم وستدقى السوري تخطيط عناصر هذه الخلية لاغتيالات في صفوف شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية حسب ما ورد في البلاغ بالفعل أن هذه الشخصيات كانت تنوي استهداف شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية هذا يعني أنها كانت تستهدف كل مكونات وكل فعاليات المجتمع المغربي سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو المدني مما يعني أن هذه المجموعات هي معادية للمجتمع بأسره وتستهدف المجتمع بأكمله ولا تستثني الجانب الاجتماعي فقط طيب هذه المجهودات وهذه الإنجازات على المستوى الأمني هل تعني أن المغرب في مأمن من هذه التهديدات الإرهابية حسب تطور ودينامية الإرهاب على الصعيد الدولي سواء العربي والإفريقي أو الأوروبي يمكن القول بأنه ليس هناك بلد في منأة بشكل كل ونهائي لا نجزم في هذا سواء كان عربي أو إفريقي أو أوروبي في منأة عن الإرهاب وإنما هناك فرق واختلاف كبير في مدى الاستعداد والفاعلية والتجربة واليقضى لمواجهة الإرهاب على نموذج المغرب طيب سرقة الصوري مدامنا فتحنا معك هذا الملف الإرهاب أنت شخصيا كيف تلقيت الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة التونسية متحف برضو تحديدا على ضوء العمليات التي ارتكبت على مدى زمن محدد في الفترة الماضية بتونس هذه العملية الأخيرة لم تكن بالنسبة لي غريبة فهي كانت منتظرة فقط لأن هذا البلد تعرض ويتعرض لستراتيجية إرهابية جد متصلة منذ مدة الجديد في هذه العملية الأخيرة أنها كانت متطورة ومتنوعة ودات هدف محدد ورسائل خاصة في نظري كانت تخوف في فترة الانتخابات صدق الصوري لكن العمل الأكثر دموي حدث بعد الانتخابات قلت بأن هذا البلد يتعرض لستراتيجية متصلة متنامية متطورة ودينامية من العنف كل محطة كان لها هدفها في السابق كانت هناك محطة تستهدف العملية الانتخابية والسياسية اليوم هناك استهداف غير هؤلاء الخصوم السياسيين ولا الخصوم الإديولوجيين ولا عرقلة دولة القانون والتطور وإنما استهداف الجانب الاقتصادي بكل تحديد فهناك هدف محدد وهو استهداف السياحة بشكل أعمى وبشكل متوحش واستهداف القتل الأعمى وإراقة دماء أكبر عدد من الضحايا وهذا ما سجلناه في هذه العملية الأخيرة هناك أيضا بخصوص ربما رسائل من خلال هذه العملية وهي أنه إذا كان الهدف هو الاقتصاد فهناك رسائل موجهة إلى تعجيز السلطة السياسية الجديدة في هذا البلد وإظهار عجزها وتحديها وأيضا محاولة إحباط المجتمع المدني كي لا يتقى في هذه السلطة وتوجيه وإحباط معنويات المجتمع السياسي بكل إديولوجي بكل مكوناته في الحكومة الحالية وأيضا محاولة عرقلت كل دعم يأتي من أي جهة لدفع تنمية عجلة هذا البلد اقتصاديا وماليا لأنه فيما استحاج في أمس الحاجة إليه والسياحة مصدر وخط سياحي مصدر للدخل في هذا البلد في هذه المرحلة هذا عني الهدف ماذا عني الطريقة سيد قصوري أين ترى الجديد في الطريقة التي تم تنفيذ بها هذه العملية في باردو مقارنة بعمليات سابقة بالفعل قلت بأن هذه عملية نوعية ومتطورة ودينامية الجديد فيها كونها أننا في السابق كان هناك استهداف مثلا القوات العمومية في الحدود وفي التخوم اليوم هناك غوص نحو أعماق البلد وفي العاصمة بل واختراق مؤسسة حساسة مثل مؤسسة البرلمان أيضا هناك تحول من استهداف السياسيين والخصوم الإديولوجيين والقوات العمومية التي كانت تحدثه سواء في الشخصيات السياسية أو القوات العمومية الآن نرى بأنه استهداف سياح أجانب ومن مختلف الجنسيات ومن أجل تحقيق أيضا ضربة إعلامية كبرى هذا هو الجديد بمعنى هناك تطور بمعنى أن هناك تخطيط وهناك تنظيم وهناك تدبير جيد فضلا عن أن هناك خبرة في التحكم في السلاح وفي الاختراق وما إلى ذلك طيب لا يشكك أحد في أن تونس قطعت أشواط ونجحت إلى حد البعيد فيما يخص المسلسل الديمقراطي السياسي الآن بالنسبة للتحدي المتعلق بالإرهاب إلى أي مدى صدق السلطرة بأن تونس تستطيع أن ترفع هذا التحدي بالنسبة لتونس أنا لا أرى أن التحدي هو رهين بتونس بمفردها أو بأي بلد اليوم بمفرده لأن الإرهاب إرهاب دولي وأي بلد كما قلت عربي أو إفريقيا أو أوروبي هو مستهدف المطلوب الآن بالنسبة لتقويض الإرهاب وتحديه أولا تأمين استقرار المنطقة المغاربية برمتها لأنها منطقة مفككة وتعيش توطرات كبيرة وتعيش على إقاع العنف أيضا توحيد دولة ليبيا وإعادة بناء هذه الدولة على أسس مؤسساتية حقيقية لا تترك للإرهاب مرتع أيضا مواجهة فوضى الأسلحة في هذا البلد والمنتشرة والعابرة للبلدان التحكم في التخوم وفي المناطق وفي الحدود الكبيرة لتونس سواء مع ليبيا أو مع الجزائر والتي تعيش على إقاع الفوضى أيضا كذلك لا بد من إنجاز مخطط استراتيجي بالنسبة لتونس داخليا من أجل تجفيف منابع الموارد البشرية لكل الحركات الإرهابية سواء على المستوى الفرضي أو على مستوى الجماعات ولا بد من دعم دولي لتونس ولهذه المنطقة كي تسترجع استقرارها لأنها تعاني اليوم من تحدي الدراع الأكبر دوليا لداعش إذا كانت داعش في العراق وفي سوريا فاليوم أصبح لها دراع مغاربي قوي منتشر ويتبت أركانه في كل بلد بلد يوما بعد يوم بل أصبح في تحدي كبير من خلال العمليات القاسية والوحشية التي ينجزها يوما عن يوم أشكرك جزيلا أشكر الأستاذ إدريس قصوري على هذه المساهمة نلقاك في نشرات مقبلة بحول الله